اشتركوا في القناة اعزائنا المتابعين الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة لكن سيدعمنا كثيرا لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة طلبات الصف الأول الثانوي أهلا ومحاول بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طالبنة من قناة إيزي انجليزي النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع يونت ثري بارت ثري الوحدة التالتة الجزء التالت ودي آخر جزئية عندنا في الوحدة دي ان شاء الله نبدأ زي ما احنا متعودين مع دعاء المذكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وكلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ مع جزئية الوظائف اللغوية احنا عارفين طبعا إن الجزئية دي بتبقى خاصة بسؤال السؤال المواقف وفي سؤال المواقف يا جماعة أنت بيكون عندي هنا بعض الاقتراحات اللي أنا استخدمها لو جالي السؤال بتاع المواقف المتطلب مني إن أنا أكتب أحد الجمل التالية احنا اتفقنا إن أنا مش لازم أمشي على الحاجات دي بحذافرها أنت لو عندك مقترح لإجابة عن سؤال المواقف أي أن كان الموقف في الامتحان ممكن حضرتك تكتبه وما فيش أي مشكلة بس هستأذن حضرتك إنك تتأكد من التيتشر بتاعك إن جملتك صحيحة وإن الجرامر بتاعها صح والسبالنج بتاع الكلمات اللي فيها صح بحيث إنك ما تنقص درجات بالنسبة بقى للناس اللي مش عندها اللغة قوية وبتحتاج شوية مساعدة من الكتاب فبالتالي الكتاب دايما بيقترح علي بعض الأساليب اللي أنا ممكن أستخدمها فبالتالي حضرتك بتختار أسلوب اتنين تلاتة تحفظهم علشان هتقدر تستخدمهم في سؤال المواقف على سبيل المثال النهاردة احنا بنتكلم عن طلب النصيحة عندي تلات أساليب هو مقترحهم علي إزاي أقدر أطلب نصيحة من حد رقم واحد على سبيل المثال ماذا ينبغي علي أن أفعل لكي زائد الفعل في المصدر على سبيل المثال ممكن أقول what should I do to improve my English ماذا ينبغي علي أن أفعل لكي أطور لغتي الإنجليزية على سبيل المثال تعال نشوف الجزء اللي بعدها I space what should I do على سبيل المثال أنت هنا بتحط المشكلة بتاعتك يعني مثلا I can't read English أنا مش بعرف أقرأ إنجليزي what should I do ماذا ينبغي علي أن أفعل ممكن أقول مثلا I can't get high marks أنا ما بقدرش أحصل على درجات عالية what should I do ماذا ينبغي علي أن أفعل الاقتراح الثالث can you give me advice on how to space هل تستطيع أن تعطيني نصيحة على كيفية وتبدأ تقول له مثلا يعني can you give me advice on how to study harder كيف أدرس بجدية هل تستطيع أن تعطيني نصيحة عن كيفية المذاكرة بجدية can you give me advice on how to improve my English تقدر تديني نصيحة أو هل تستطيع أن تعطيني نصيحة عن كيف أطور لغتي الإنجليزية يبقى دول ثلاث أساليب مختلفة حضرتك ممكن تحفظ منهم واحد أو اثنين بحيث أنك تستخدمهم في الامتحان إن شاء الله لو جالي طلب نصيحة الجزئية الثانية giving advice إعطاء النصيحة إزاي بقى أنت تدي نصيحة أخلي بالي أن الحاجات بتاعة language functions دي مش بس بتيجي في سؤال المواقف أنا معا الحاجات دي ممكن أستخدمها بكل سهولة في سؤال الديالوج مهمة جدا خلي بالكم مش بس سؤال situations سؤال المواقف لا 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 خالص ده ممكن أستخدم الحاجات دي في سؤال الديالوج سؤال المحادثة طيب خلاص تعالوا نشوف هنا what you say والresponse هتقول إيه عشان تدي نصيحة والرد عليه إيه تعالوا نشوف الأول what you say هنقول إيه إنك ممكن تقول in my opinion في رأيي you should وطبعا هيجي بعدها الفعلة في المصدر في رأيي يجب أنت يجب عليك وأبدأ أقول أنا هتديله إيه كنصيحة I advise you خلي بالك دي الـ S هنا تنتهي Z advise I advise وده الفعل لإني طبعا advise نصيحة ده الاسم اهي أنا بشاول عليها دلوقتي C بحرف السي فتبقى advise نصيحة لكن هنا I advise أنا أنصحك هنا هي فعل I advise you to أو لو أنا هنا بعناها طبعا أنا بنصحك أن تفعل كذا ويجي طبعا بعدها الفعلة في المصدر ولو بنصيحه بعدم فعل حاجة هحط not to بدل to هتبقى not to I advise you not to أنا أنصحك بألة وحط بعدها برضو الفعلة في المصدر اقتراح ثالث It's a good idea to إنها لفكرة جيدة أن وحط بعدها فعلة في المصدر Why don't you لماذا لا وحط بعدها أو لماذا أنت لا وحط بعدها برضو فعلة في المصدر يعني Why don't you study at night لماذا لا تزاكر في الليلة على سبيل المثال يعني تمام You had better ويجي بعدها فعلة في المصدر من الأفضل لك أن وابدأ أحط الفعلة في المصدر You had better not وبعدها برضو الفعلة في المصدر يعني إنه من الأفضل الألة وحط بعدها الفعلة في المصدر زي ما اتفقنا وطبعا أسلوب الحالة التانية من قاعدة If I were you لو أنا مكانك I would زائد الفعلة في المصدر أو I would not برضو زائد الفعلة في المصدر طيب الطلب منك إن شخص بيديك نصيحة وإنت حضرتك هترد عليه بالموافقة أو هترد عليه برفضك للفكرة برفضك للنصيحة هترد إزاي تعالوا نشوف Agreeing ده طبعا الResponse أو الرد لو أنا هوافق Agreeing الموافقة Yes I know I should وحضرتك هتحط بعدها اللي هو بيقوله لك يعني لو هو قالك In my opinion في رأيي You should study at night في رأيي يجب عليك أن تزاكر في الليل على سبيل المثال فأنت هتقوله Yes I know I should study at night نعم أنا أعرف أن يجب علي أن أزاكر في الليل ده على سبيل المثال I think you are right أعتقد أن أنت صح أو رأيك صح I think so أنا أعتقد ذلك يبقى كل دي علامات للموافقة كل دي أسليب للموافقة على النصيحة للشخص الده لك طيب Refusing الرفض الرفض بطريقة كويسة كده يعني في الأول I will see هشوف عارف أنت كده واحد بينسيحك يقول لك أنت برفض طيب حاضر هشوف كده وهشوف أنا هعملي فأنت الإسلوب يعني كويس ومش برفض بشكل يعني مباشر طيب تعالوا كده الرفض بقى بشكل مباشر بوس I don't think so أنا لا أعتقد ذلك I don't think so أنا لا أعتقد ذلك يبقى واحد بيديك نصيحة فأنت بقول لها أنا لا أعتقد ذلك اللي أنت بتقوله ده فيما معناه غير صحيح وغير مناسب بالنسبة لي Important note ملاحظة مهمة جدا تاروك نشوف Talking about our own abilities in English عشان نتكلم عن قدرتنا الخاصة في اللغة الإنجليزية We should sound modest لازم يكون الإسلوب فيه تواضع لازم يكون فيه تواضع rather than boastful about what we can do وطبعا من الأفضل إن إحنا يكون إسلوبنا متواضع عن إن إحنا نكون متفاخرين حسين بنفسنا زي ما نقول كده بنتفاخر بما نستطيع أن نفعل فطبعا يفضل إنك تكون modest إن أنا أكون متواضع عن إن أنا أكون شخص متباهي متفاخر باللي أنا بقدر أعمله طيب عشان أنا to sound modest عشان أكون وأنا بتكلم عن قدراتي لإني ممكن يجي موقف يقول لك اتكلم عن قدراتك في كذا طيب خلاص أو أنت بتقدر تعمل إيه في كذا في حاجة معينة أو في موقف معين فto sound modest عشان يكون كلامي يبدو عليه التواضع أقول بص كده الأسلوبين دول I am not bad at أنا مش وحش فيه أنا غير سيء فيه في كذا وتقول مثلا I am not bad at English أنا مش وحش في الإنجليش أنا مش وحش في مادة الرياضيات أنا مش وحش في مادة العربي I am not bad at tennis أنا مش وحش في لعبة التنس I am quite good at أنا إلى حد كبير جيد فيه وأقول برضو سواء إن كانت مادة دراسية إن كان شيء معين يبقى هنا أنت بتتكلم بإسلوب شخص متواضع Don't say ما تقولش ما تقولش بقى الكلام ده I am fantastic at أنا رائع فيه وتبدأ كده كده كلامي فيه تفاخر كده أنا بتفخر عن الناس I am very good at أنا جيد جدا فيه وطبعا إحنا مش هننكر إن في بعض الناس بتتكلم بالأسلوب دي ولكن هي بس مجرد نصيحة ليك عشان تستخدمها وتكون متواضح حتى في كلامك تعالوا نحل كده مع بعض الديالوج اللي قدامي ده طيب عشان بس نبقى عارفين كده سؤال الديالوج بيمثل عقبة أحيانا لبعض الناس أنا مش بقول لكل الناس هيظهر فوق دلوقتي عندك على اليمين في حرف الآي اللي فوق هيظهر عندك حلقة أنا أتنقشت فيها عن مشاكل الديالوج وإزاي نقدر نحل الديالوج لو حضرتك من ضمن الناس اللي عندهم مشاكل أصلا في الديالوج هتتفرج إن شاء الله على الحلقة دي وهتحس إن الديالوج بالنسبة لك بقى شيء سهل جدا فانصحك لو سمحت لو أنت عندك مشكلة في الديالوج روح شوف الحلقة وارجع كمل الحلقة دي بعد ما تخلص حلقة الديالوج تعالوا نبدأ مع بعض طبعا نصائح عامة كده وسريعة في نفس الوقت عشان بس نخلص الجزئية دي إن شاء الله وننتقل لجزئية الديالوج لازم تقرأ الجملة اللي في الأول لازم لإنها بتديك معلومات عن الموقف اللي حضرتك هتبدأ تحل عليه دي رقم واحد دي رقم اتنين حضرتك يفضل تقرأ الديالوج من أوله لأخره بدون ما تحط ألم يعني ما تحلش أي حاجة حتى لو أنت واثق منها 100% من فضلك ليه؟ لأن أحيانا بيكون في معلومات عن حاجة هتحلها فوق لكنها موجودة في آخر الديالوج على سبيل المثال أنا مش بقول الديالوج الأدامي ده مثلا كده ولكن أنا بقول أحيانا فبالتالي إريتي إريتي للديالوج كامل بتديني رؤية واضحة بتديني رؤية أفضل إن أنا هتكلم في إيه وهسأل عن إيه وهجاوب إزاي إحنا عارفين طبعا أني بيكون عندي أربع نقاط 1, 2, 3, 4 اتنين منهم بيبقوا أسئلة واتنين بيبقوا جمل إيجابات تعالوا نبدأ مع بعض سامي عند هاني سامي وهاني meet after the monthly test يتقبلوا بعد امتحان الشهر تمام تعالوا كده نشوف سامي قال له hello honey أهلا يا هاني وسألوا سؤال فهاني قال له it was perfect كان رائع كان ممتاز وهاني سألوا سؤال فسامي قال له I didn't do well أنا لم أؤدي أداء جيدا طيب فهاني سألوا لماذا فسامي هي جاوب هاني سألوا and how is your mother now وكيف حال أمك الآن وكيف حال والدتك الآن فسامي قال له she is alright هي على ما يرام هي تكون على ما يرام فهاني قال له anyway على أي حال you can do well next time تستطيع أن تؤدي أداء أفضل next time في المرة القادمة حلو يبقى أنا كده خدت رؤية كاملة عن حتى الردود وتلاقي نفسك لا 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 أجوابها دلوقتي أجوابها دلوقتي ليه لإن أنت خلاص خدت رؤية كاملة تعال بقى نبدأ hello honey أهلا يا هاني حضرتك مطالب طبعا تمثل الدورين تمثل الدورين عشان تتخيل أن أنت هاني وتتخيل أن أنت سامي سامي اللي هيسأل فأنت سامي هاني اللي هيجاوب فأنت هاني وهكذا خلي بالنا يا جماعة من الجزئية دي عشان مهمة جدا بتريحني كتير قوي في حل الديالوب hello honey أهلا يا هاني وسأل سؤال فقاله it was perfect وهم كانوا طبعا خارجين من امتحان الشهر أو اتقابلوا بعد امتحان الشهر حلو جدا يبقى أكيد قاله كيف حال الامتحان أو كيف كان الامتحان مش شرط يعني كيف حال ولكن كيف كان الامتحان وهو رد قاله it was يبقى حلو يبقى أنا ممكن أقوله how was the exam أو how was the test عشان هو بس كاتب test فأنا هكتب test how was the test وتبقى أجابتي إجابة صحيحة فرد هاني اللي هو أنا بردو وقلت it was perfect كان رائع كان ممتاز وسألت سامي سؤال فسامي رد علي وقال لي I didn't do well أنا لم أؤدي أداءا جيدا يبقى هقوله كيف أديت أو كيف كان الامتحان معك ويعني في مقترحات كتير أو للإجابة فأنا ممكن مثلا what did you do in the test ممكن أقوله كده صحة ولا إيه what did you do وممكن أقوله how did you do كيف أديت يبقى أنا عندي سؤالين how did you do كيف أديت في الامتحان وممكن أقوله what did you do حابب تقول in the test ما فيهاش مشكلة يعني مش شرط أنا أحط in the test بص كده how did you do كيف أديت وممكن أقوله what did you do ماذا فعلت فيقول لي I didn't do well أنا لم أؤدي أداءا جيدا why هاني قاله ليه فسامي قاله حاجة لكن بناءا على سؤال هاني اللي هنا أنا قدرت أستنتج الفراغ رقم ثلاثة ده اللي سامي قاله لإني هاني قاله and how is your mother now وكيف حال والدتك أو منتك الآن فطبعا يبقى هو قاله إني ماما مثلا عيانة أو كانت عيانا بارح فأنا ما ذكرتش بشكل جيد وخصصا طبعا الليلة لقبل الامتحان يبقى مثلا أقوله my mother was ill yesterday so I didn't study hard أو I didn't study at all يعني أنا ما ذكرتش خالص لإنها كانت تعبانة فهو my mother was ill yesterday منتك كانت مريضة أمس so I didn't study well لم أذاكر بجدية أو لم أذاكر بشكل جيد I didn't study at all ما ذكرتش خالص ولكن برضو الإجابات دي مجرد اقتراحات كل واحد ليه اسلوبه في الإجابة خلاص أنا كده قاله and how is your mother now وكيف حال والدتك أو منتك أو أمك الآن فقاله she is all right هي بصحة جيدة الآن anyway على أي حال هاني بقى بيبتلي طيب بخطره شوية فبيقوله you can do well next time تقدر تأدي أداء جيد إن شاء الله المرة القادمة هبدأ يا إما أقوله شكرا thanks يا إما أقوله أتمنى ذلك إلي إليحك لو أنت قلت thanks هتاخد الدرجة كاملة فأنا قلت أنا أتمنى ذلك قلت I hope so أتمنى ذلك وممكن واحد تاني يقوله thanks وthanks تأخد الدرجة كاملة شكر تمام كده يبقى الموضوع سهله وبسيط ما فيهوش أي مشكلة إن شاء الله سؤال situation سؤال المواقف write what you would say in each of the following situations اكتب ما ستقول في كل من المواقف التالي تعالوا نبدأ بـ number one your little brother أخوك الصغير says that he is very tired بيقول إنه هو تعبان جدا advise him انصح طيب استخدم بقى أي إسلوب من أسريب النصيحة إلا حضرتك شايفها مش شرط إنك تتبع نفس الإسلوب اللي أنا قلته على سبيل أو لأنا استخدمته على سبيل المثال مثلا أنا هقول له لو أنا مكانك أنا كنت استريحت في البيئ هقولها if I wear you I dressed at home على سبيل المثال تمام number two you are going to have lunch with your brother or with your young brother إنت هتتناول الغداء مع أخوك الصغير he has been playing outside advise him هو كان بيلعب في الخارج انصحه طيب أنا أخدت الموقف الموقف شوية يعني صعب وممكن ليه احتمالات كتير قوي يعني هو بيقول لك إنت هتروح تتغدى مع أخوك الصغير وأخوك الصغير كان بيلعب في الخارج فأنا ممكن أقول له أنا أخدها كده يعني أني طبعا كان بيلعب في الشارع أو كان بيلعب في الخارج فبالتالي هو يعني طالع طبعا عرقان وهدومه مش نظيفة وهكذا فأنا هبدأ أنصحه أقول له من الأفضل لك أنك تستحم يموت غير ملابسك قبل ما طبعا تعد تأكل ده طبيعي جدا دي هيبقى أسلوب النصيحة بالنسبة لي واحد تاني هيخدك موقف لا يا مستر ده احنا المفروض خارجين بره نأكل فهقول له أنت كان مثلا مش مفروض تلعب طول الفترة اللي فاتت دي كلها أو أنت كانش لازم تلعب قبل ما هنخرج بره اللي رايحك لأن الموقف بصراحة هنا مش واضح أوي هو كان بيلعب فأنا أخذتها على أنه طالع يأكل معه ما فيش مشكلة وإحنا نأكل مع بعض فبالتالي أنا هنصح أنه يستحم وأنه يغير ملابسه يعني قلت له من الأفضل لك أن تستحم and change your clothes وتغير ملابسك تمام number three you ask your friend's advice أنت بتطلب من زميلك النصيحة about how to improve your English عن كيفية تطوير لغتك الإنجليزية يعني أنت بتطلب من زميلك بتقول له انصحني أنا عايز أطور الإنجليزي بتاني هتقول له إيه فأنت هنا بتطلب النصيحة ماذا ينبغي علي أن أفعل لكي أطور اللغة أو لغتي الإنجليزية يبقى what should I do صح كده to improve my English بدلا ما هي your English هقول to improve my English تبقى كبتي صحيحة what should I do to improve my English ماذا ينبغي علي أن أفعل لكي أطور لغتي الإنجليزية وما تنساش علامة الاستفهام شخص ما بيطلب نصحتك عن كيفية الحصول على درجات عالية يا سلام انت جيت يا ابني لللي بيفهم انت جيت يا ابني الأهم واحد في الفاصل تعال هنصحك لماذا لا تزاكر بجدية كل يوم على سبيل المثال لماذا لا يبقى لماذا لا تزاكر بجدية كل يوم نصيحة بسيطة خلاص هو ما قالك شف أي مادة هو بيتكلم بشكل عام فتبقى أجابتي بشكل عام إجابتي تبقى صحيحة تمام جد جزئية الكتاب الرد على رسالة بريد إلكتروني هنتعلم النهاردة إزاي نرد على بريد إلكتروني وتحديدا طبعا يعني خاص بالموضوع اللي احنا اتعلمنا النهاردة النصح إن أنا أنصح حد أو حد بيطلب مني النصيحة فهناخد الاتنين يعني إزاي أنا أطلب النصيحة وإزاي أدي النصيحة طبعا الأول الرد طبعا هنا الرد على إزاي أدي نصيحة واحد بيطلب مني نصيحة فأنا هدينه النصيحة فبيقول لي لأنه هو ده اللي عندك بصراحة يعني ده المطلوب مننا إن أنا واحد زميلي بقيت لي خطاب بقيت لي إيميل بقيت لي إرسالة إلكترونية وبيقول لي انصحني أنا مثلا جبت درجة مش كويسة في الامتحان انصحني أعمل إيه فأنت هترد علي ده اللي عندك طيب إفرد جات في الامتحان بيقول لك أنت أطلب النصيحة من حد فإحنا هنشوف اللي اتنين طيب الأول بس لإن ده الأساس عندك إني الرد فبالتالي الخطة بتاعتنا على الرد أنت هترد عليه وتنصحه إزاي فبيقول لي خطط لست جمل مستخدما هذه الملاحظات اللي عندنا طيب سنتنس الجملة الأولى برضو بأكد برضو بأكد دي اقتراحات دي اقتراحات كل مدرس وكل شخص لإسلوبه في الأول أنك هتشكر صديقك على الرسالة الإلكترونية ووعده أنك هتسعد اقترح أفضل طريق لصديقك أو أفضل طريقة لصديقك لتعلم لتذكر الكلمات الجديدة تحديدا خاص طبعا بالموضوع اللي احنا هنترحم عشان كده هو جاي أنه يتذكر الكلمات الجديدة أو أنه يتعلم الكلمات الجديدة sentence number three suggest another good way of learning اقترح عليه طريقة أفضل للتعلم أو remembering words أو لتذكر الكلمات أنت مش تدي نصيحة واحدة خلى بالك sentence four suggest a third method اقترح عليه طريقة ثالثة which your friend will find useful اللي صديقك قد يجدها أو سيجدها طبعا المفيدة ليه sentence five suggest something اقترح شيء ما that your friend should not do يجب أن لا يفعله شيء يجب أن لا يفعله اقترح عليه شيء يجب أن لا يفعله مش شرط ان انا امشي على الكلام بحذفير وانا بقوله هون بأكد تاني يعني ممكن كل اقترحاتي يجب أن تفعل يجب أن تفعل من الأفضل أن تفعل وهكذا مش شرط ان اقوله بقى ما تعملش كده اللي رياحك ولكن هو بيديك كل الأسليب المتاحة sentence six say that you hope your friend will be more successful in future هنا انك هتقول انك بتأمل ان صديقك سوف يكون اكثر نجاحا في المستقبل اتمنى له say that you hope قوله انك بتأمل ان هو يكون افضل في المستقبل او اكثر نجاحا في المستقبل طيب الرد بتاعي write your reply in 90, 110 words الرد بتاعي ممكن يطلب مني ما بين 90 ل110 طبعا في الحلقات اللي فاتت احنا كنا دائما متعودين على التسعين كلمة خلى بالك ما تتخضش من الرقم موضوع سهل جدا use some of these words and the phrases استخدم بعضا من هذه الجمل والعبارات او اشباه الجمل زي ما احنا ميقول يعني كلمة phrases يعني شب او phrase معناها شبه جملة طبعا انك هتبدأ الايميل بتاعك starting the email باستخدام كلمة dear عزيزي فلان ما تنساش وحط طبعا بعديها اسم الشخص تعالوا كده نستكمل ايه الحاجات اللي لازم نستخدمها او الجمل اللي لازم نستخدمها في الايميل ممكن ابدأ الايميل بتاعي thanks for your email شكرا على الايميل بتاعك it is always good to hear from you انه من الجيد ان اسمع اليك او ان اسمع اليك او اسمع منك زي ما احنا بيقول تحديدا يعني انك تبعث لي email واسمع عنك او اسمع منك واسمع اغبارك ده اللي انا عايز اقوله وطبعا حقيقة ما تنساش انك ending your email انك تنهي الايميل بتاعك I look forward to hearing from you انا اتطلع للسماع منك وبرضو دي اقتراحات مش لازم مش لازم مش لازم استخدمها ده مش كتاب سماوي يا جماعة ولازم امشي عليه بحذفيره سيما اتفقنا طبعا بنهي الخطاب بتاعي best wishes مع اطيب تمنياتي all the best اتمنى لك الافضل او حابب تقول with my best wishes برحتك يعني كل حاجة حضرتك بتكتبها باسلوبك لان ده مجرد اقتراح فقط للموضوع ده نموزج للإيميل بتاع الطلب طلب النصيح تمام المفهود انه بكتبتو فلان from فلان من فلان يبقى تو الى فلان from فلان subject العنوان advice نصيح هو بيطلب منك نصيح حط نفسك مكان الشخص لو انت اللي اتطلب منك في الامتحان انك تطلب نصيح ده مجرد اقتراح بص هنا مسلا ما بدأش بدير بدأ بهلو شفت بقى ازاي ان الموضوع مش ثابت الموضوع مش زي ما بنقول كده لازم امشي بالزبط زي ما هما بيقول ولكن دي كلها اقتراحات انت شوف ايه الاريح لك واستخدمه طيب حسب كلمة واحدة لكن لما هشيل الاختصار هتبقى you are فهتبقى كلمتين فحضرتك هيتعدو لك كلمتين يبقى I hope you are لكن هي هنا طبعا مكتوبة you were I hope you were well انا هرأى طبعا زي ما هي مكتوبة ولكن ده مجرد اقتراح ليك عشان تكسب عدد كلمات مطلوب منك من تسعين لمائة وعش I'm writing to ask you for some advice انا بكتب الخطاب ده او انا بكتب الايميل ده انا مش حاف انا مصمم انه اخطاب انا بكتب الايميل ده عشان اطلب منك النصيحة او بعض النصائح some advice دي معناها بعض النصائح خلي بالك كلمة advice نصيحة او نصائح لانها كلمة لا تجمع ما بندفلهاش s ما بقولش advices خالص فبقول some advice a piece of advice some pieces of advice بعض النصائح ده يبقى معناها كده لكن ما بقولش advices خالص I did very badly in my last english test انا اديت اداء سيء جدا فاخر امتحان انجليزي ليا because I didn't know enough words لاني ما كنتش عرف كلمات كفاية كلمة enough يعني كافية and the phrases وعبارات او اشباه جوما زي ما حدوه my parents were very disappointed والداي كلا هما بابا وماما يعني were very disappointed احبطوا جدا الراسل المفروض بيحط اسمه في آخر الرسالة الالكترونية هنا تمام احنا مطلوب مننا الرد ولكن انا النهار ده برضو علمتك ازاي انت تطلب النصيحة تمام تعالوا نشوف هنرد ازاي على الخطاب ده او انا مصمم منه خطاب انا قلت الايميل ده ازاي هنرد على الايميل ده سؤال طبعا بيكون السؤال رقم 8 في الامتحان write an email of about 90 to 110 اكتب email من 90 ل110 words كلمة to advise your friend اللي تنصح to advise ها اتفقنا to advise your friend اللي كي تنصح صديقك حاتم صديقك حاتم who did very badly in his last english test اللي ادى اداء سيء جدا في اخر اختبار انجليزي your name is sammy اسمك سامي طبعا لو ما ذكر ليش الاسماء يفضل انك تستخدم اي اسم خلى بالك مهمة جدا طيب طبعا احنا بنحط الاميل ها قالوا كده نشوف يعني مش تحط اسمك from كذا و to كذا لأ انت بحط الاميل باستخدام الاسم المقترح عليك تعالوا كده نشوف على سبيل المثال اهو انت to hatem انت هتبعت لحاتم فكتبت to hatem at yahoo.com على سبيل المثال طيب من مين انا اسمي سامي هو قال لي انت اسمك سامي يبقى from samy at gmail.com خلاص كده وانا كده ريحت الموضوع خالص بالاسلوب الصحيح من فلان الى فلان بكتب الايميلات subject الموضوع advice نصيحة تعالوا نبدأ ونشوف هنعمل ايه في الايميل dear hatem عزيزي hatem هبدأ اسأل عن حاله زي ما اتفقنا how are you كيف حالك i hope you are fine اتمنى ان انت تكون بصحة جيدة thank you ابدأ اشكره بقى على الايميل بتاعه thank you for your email شكرا على ايميلك i will do everything سوف افعل كل شي i can استطيع ان افعله to help you لكي اساعدك حلو جب you may do badly in your english test ربما تؤدي اداء سيئا في اختبار الانجليزي if you do not know لو انت متعرفش enough words كلمات كافية if i were نبدأ بقى ننصحه if i were you لو انا مكانك i would write the last of the words هكتب قيمة الكلمات i want to learn اللي انا عايز اتعلمها تمام نبدأ نستكمل مع بعض النصايح اللي انا بديها لزميلي حاتب why do not you شفتنا ملتاش why don't you نخليها do not عشان اخد يعني زي ما نقولك افرش الكلمات بتاعتي كلها العدد اللي هو عايزه اقدر احققه اكتر كمان لان الطبيعي ان انا ازود عن اللي هو طلبه مني why do not you make a separate vocabulary book لماذا لا تقوم بعمل كتاب كلمات مختلفة يعني تعمل قموس خاص لك كده بصوا it is a good idea to make your own dictionary انها لفكرة جيدة لكي تقوم بعمل قموسك الخاص على فكرة انا كنت بعمل كده زمان وانا بتعلم من اعدادي يمكن لسنوي انا كنت عامل قموس الخاص كده في اجندة وكنت باستخدمها على طول وراجع كل اسبوع الكلمات اللي فيها فده اقتراح حلو you can draw a picture تقدر ترسم صورة next to each word جنب كل كلمة to help you to remember the meaning لكي تساعدك على تذكر المعنى فكرة حلو اعمالين نتدرك في النصايح I advise you to revise the vocabulary every week انا انصحك انك تراجع الكلمات كل اسبوع ما تحفظ كلمات جديدة في نهاية الاسبوع راجع الكلمات اللي انت حفظتها طول الاسبوع in my opinion في رأيي you should study the grammar انت لازم او يجب عليك ان تذكر الجرامر lesson by lesson درس بدرس ما تفوتش ما تركمش الدروس بتاعت الجرامر عليك before the exam day قبل يوم الامتحان I advise you to answer some previous exams انا انصحك انك تجاوب بعض الامتحانات السابقة كلمة previous يعني سابقة best wishes مع قطيب تمنياتي وبكتب اسمي اللي هو الدهوني في رأس السؤال سامي وبكده انا اكون كتبت اكتر من العدد المطلوب يعني لو انا عدينا الكلمات دلوقتي اللي احنا كتبناها وطالب مني من 90 ل110 لا انا عديت الرقم ده بكل سهولة وبكل يعني انا احفظت الجمل وكتبت الجمل اللي هو كتب هالي فين ازاي اقدر ادي نصايح في الانجوج فانشنز اللي عندنا تمام يعني الموضوع ان شاء الله سهل مش صعب هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا ياريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير وخصوصا طبعا لو الفيديو عجبك لو انت مش مشترك في القناة يسعدنا ويشرفنا طبعا يعني انك تكون مشترك معنا في القناة ما تنساش كمان تفعل زر الجرس لان تفعيل زر الجرس بيسهل عليك جدا متابعتنا بكل سهولة مع نزول كل حلقة جديدة حضرتك بتستلم اشعار فبتكون متابع معنا اول باول تقدر كمان تبحث عن اي حلقة سابقة لنا على اليوتيوب باستخدام الكلمات التالية انك تكتب في بحث اليوتيوب ايز انجليزي ولا ثانوي ان شاء الله هتظهر لك كل الحلقات الخاصة بالقناة بتاعتنا كمان تقدر تستخدم الهاشتاج اللي بيظهر عندك في الشريط اللي تحت ده عشان تبحث عن اي شيء يخصنا صفحتنا والجروب بتاعنا انا بقول الجروب بتاعنا مش عشان بتاع مسترطها بس لا ده بتاع كل الطلاب اللي معايا الصفحة برضو بتاعت كل الطلاب اللي معايا يسعدنا ويشرفنا جدا انك تكون معنا سواء على الصفحة او على الجروب اتمنى يا رب ان انا يكون ساعدتكم او في التكم كان معكم مستر طالبانا من قناة ايز انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة